حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتأمل اليوم معكم هذه الدراسة العلمية حقيقة والله أمرنا أن نتأمل خلق الكون خلق الإنسان نتأمل هذه الحقائق العلمية لندرك أن القرآن هو كلام الله وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون نشأ بالمصادفة وبخاصة الإنسان الحقيقة دراسة منشورة على موقع ساينس ديري بتاريخ 7 نوفمبر 2019 تظهر أن خلايا قلب الإنسان تتغير بشكل كبير أثناء رحلات الفضاء وتتأقلم مع الوضع الجديد الذي يسمى يعني الجاذبية صفر أو يعني في غياب الجاذبية الأرضية عندما يخرج الإنسان خارج الأرض فالقلب يستطيع أن يؤقلم نفسه ولذلك نحن نعلم من علم الروبوتات أيها الأحبة أنك عندما تصنع مثلاً جهاز كومبيوتر أو تابلت أو آيباد أو كذا هذا يتأقلم مع درجات الحرارة العالية مثلاً التأقلم هذا لم يأتي من الفراغ هو صفة موجودة فيه أو مثلاً لدينا موبايل ضد الماء ليس هو نشأ هكذا ضد الماء يعني أيها الأحبة فيه خصائص موجودة تجعله يتأقلم مع الماء ينزل في الماء وتخرجه لا يتأثر الإنسان عندما خلقه الله وضع فيه ميزة أنه يتأقلم مع الحياة خارج الأرض أنا أريد أن أصل معكم إلى أن الجنة التي عاش فيها أبونا آدم كانت في السماء وليست على الأرض كانت في كوكب ما في مجرى ما الله أعلم ولكن لم تكن على الأرض أيها الأحبة بمكان طاهر ومناسب لسجود الملائكة لهذا المخلوق الذي كرمه الله كثيراً لدرجة أنه نفخ فيه من روحه وخلقه بيده وأسجد له ملائكته الله لم يأمر مخلوقاً أن يسجد لمخلوق إلا مرة واحدة عندما أمر الملائكة وهم النخبة أن يسجدوا لك أيها الإنسان سجود تكريم طبعاً طيب ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن الله عز وجل يريد لك الخير لا يريد أن يعذبك يريد أن تكون في أعلى درجات النعيم ولكن إذا كنت أنت تجحد وتنكر وتجرم وتفعل الموبقات كيف يهديك الله سبحانه وتعالى؟ الدراسة هذه أيها الأحبة أظهرت أن خلايا عضلة القلب المشتقة من الخلايا الجذعية تظهر قدرة ملحوظة على التكيف مع بيئتها أثناء وبعد رحلات الفضاء حيث قام الباحثون بدراسة معقدة على متن محطة الفضاء الدولية وجدوا أن هناك تغير في الخلايا وتغير في الجينات الموجودة في داخل هذه الخلايا تساعد هذه الخلايا على التأقلم ميزة التأقلم التي هي موجودة في الإنسان مع الحياة خارج الأرض تدل على أن أصل هذا الإنسان وهو سيدنا آدم كان ذات يوم خارج الأرض أنا أستطيع أن أفهم الدراسة هكذا أيها الأحبة طبعا هنا أيها الأحبة وجدوا شيء غريب أنه بعد عشرة أيام فقط من عودة الإنسان إلى الأرض تعود هذه الخلايا لطبيعتها الأولى وتتأقلم مع الحياة على الأرض لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال منها خلقناكم لم يقل فيها خلقناكم انتبهوا أيها الأحبة قال فيها تحيون قال منها خلقناكم ليقول لك أي أن أصلك أيها الإنسان هو الترب أصلك هذا الذي تدوس عليه لا قيمة له يذكرك بأصلك منها خلقناكم وفيها نعيدكم إلى الأرض تعود ومنها نخرجكم تارة أخرى سيدنا آدم خلق من طين الأرض ولكن خلق خارج الأرض وكان طاهرا مطهرا لا يمكن أن يكون له أب وأم وقبيلة لأن هذه المخلوقات كما يقولون قبل آدم لو كان هناك مخلوقات لا تميز الطهارة والنجاسة يعني مثلا القرود هل رأيتم قردا يتطهر مثلا من الجنابة أو يتطهر أو يتوضع ويصلي لا فالملائكة الأطهار لا يمكن أن يسمح الله تعالى لملائكة أن يسجدوا إلا المخلوق طاهر والإنسان كان طاهرا مطهرا عندما خلقه الله أول مرة عندما خلق سيدنا آدم كان نقيا طاهرا ليس لديه خطيئة وليس لديه ذنب وكان لباسه على جسده خلقه بطريقة فريدة ووضعه في جنة في السماء في كوكب ما الكوكب طاهر لا يوجد حرارة شمس لا يوجد عطش وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تجوع فيها ولا تعرى المهم عندما أخطأ وعصى ربه ويعني استجاب لدعوة الشيطان وسوس له الشيطان نزل إلى الأرض قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون إذن أيها الأحبة مثل هذه الدراسات نحن نستطيع أن نعلم أن الإنسان فيه قدرات هائلة على التأقلم حتى في الحياة في خارج الأرض وإلا لمات الإنسان وهنا تحضرني آية أخرى عندما قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه تريدون رحلات فضاء الله أعطاكم تريدون صواريخ تخرجون بها خارج الأرض الله أعطاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الحامدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته